أبايت عندك يومين عشان مخنوجة شوية من البيت دا انت تتنوريني اليومين دول تتنورك كيف؟ هتنام فين دي مليكش دعوة انت انا وخالتك هم نتكلم انت ما تتكلمش خلي لسانك في بوجك دا البيت واسع يا حبيبي جو انا عايز اعرفك هتنام مكان مين مليكش دعوة هتنام فين هنيمها مكاني مليكش دعوة طب هتنام مكانك انت هتنام فين عادي هنام في الارض برضو مليكش دعوة مش عادي اقول لك مليكش دعوة كتية المرة الجاية هاخبطت بحاجة جندي خلاص ماشي بس على الله انا اجي حد فيك في الودة بتحتي ما انا ممكن انايمة في قوتك وعانت فيك واضربك بالجزمة وخليك تنفو الصالة زي الكلب والمصحف ما تقدريه انا مكبر ادماغي جاوه منه خلي بالك زباعده ما تاخدش علي ما انت عارفها عبيت عائل صغير ما اتخدش عليه صغير ايه دا احنا اللي صغيرين يا شيخ تبزى بعضه بس عشان ما تجوموش على بعض انت وهو نجوم على بعض ازاي ايه هيجوم يضربنه ولا ايه لا ما يقدرش دا كلام في الهوى بس والله اقدر احترم نفسك احترم نفسك لله طب ابوك هيجي وهقول له على كل حيانت عملتها قليله مش هيضربني عشان بابا يكرهها زي صح اللي ما يقوله دا لا والله العظيم ما استدجوش دا ما يقول عليك من وراك احلى كلام جوزي دا على فكرة العائل الصغير مش هما يجدب لا دا كلام فوضي كلمة العائل الصغير مش هما يجدب لا والله هما يجدب يا والله ابوك هما يكره خالتك كيف يا واه والله ما يكرهها